موسيقى أيها الإخوة الكرام في الذكرة العاشرة لانقسام الأسود هذه العشرية السوداء من تاريخ شعبنا يجب أن تنتهي والطريق لإنهائها يمر بتطبيق ما اتفقنا عليه في 4-5-2011 بالقاهرة تحت رعاية مصرية كريمة وكذلك الحرص على الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام لما تتعرض له القضية الفلسطينية اليوم من مخاطر ومؤامرات تصفية علنية له بعد أن قدم العرب الرسميون وعدا بالفورية جديدة لإسرائيل يفضي بالاعتراف بها وتطبيع معها مقابل سلام مقابل سلام يساوي السلام أي أنهم تخلوا حتى عن مفور السلام مقابل الأرض اليوم إسرائيل تفرض عليهم معادلة السلام مقابل الأمن ثم اليوم بدأ الموضوع كأنه سلام مقابل سلام أمام التغير في موازين القوى وتغير حتى في أولويات بعد القادة العرب لمنطق العدو والصديق لذا أيها الإخوة الكرام ما تتعرض له قضيتنا اليوم من مخاطر كبيرة لا يمكن درءها إلا بالوحدة الوحدة التي تعني تحقيق الشراكة الوحدة التي تعني تمسك بالثوابت الوحدة التي تعني إعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية والسياسية فيها بهدف العودة إلى فلسطين فل فلسطين بسعي لك فاضم صدقي بثنا حوار عين نهاية بثنا قيادي ما بيسير بثنا مخرج للشماهير بثنا حوار جدي جدي